بس الشناوي او حارس المرمى زيه زي اي لعب ممكن يمر بمرحلة يبقى فيها هبوط في المستوى بس الحاجة الملفتة في حكاية الشناوي ان الشناوي بقى له فترة اخطاؤه متقربة يعني ايه متقربة يعني مثلا المباراة اللي فاتت بتاعت سموحها لعبها بامتياز وانقذ الاهل من اكتر من هدف المباراة اللي قبلها كان عنده اخطاء المباراة اللي قبلها كان عنده اخطاء اللي قبل قبلها كان ممتاز يعني ايه كل خمس مباريات لا ممكن يغلط في مبارتين او ثلاثة ده معدل مش بتاع الشناوي الشناوي لما كان بيغلط كان مرة مثلا كل ايه 12 مطش مثلا تلاقي فيه غلطة للشناوي واضحة ومؤسرة فالاخطاء بقت الفترة فيها قريبة جدا طيب هل ده معناه ان الشناوي خلاص بقى حارس سيء؟ لا طبعا هل ده معناه انه الاهل كده بقى عنده ازمة في حراسة المرمى؟ لا طبعا هل ده معناه ان الاهل محتاج يروح يجيب حارس اخر؟ لا طبعا عشان هو عنده على الدكة كمان علي لطفي ومصطفى شبير وممكن في ايه وقت يقده بشكل كويس ببساطة يا جماعة ببساطة الاهل في النحية الدفاعية بحارس المرمى هو مش في افضل احواله في كل المباريات اللي فاتت طيب ده ليه؟ ده تاكتك مدرب يعني مدرب مارس الكولور بيحب يشتغل على الضغط العالي يضغط المنافس يعني يجري باللعيبة كلها بس عشان المستلحة بحب المستلحة التحليلية دي تبقى مفهومة ياخد الفرقة كلها البرة ويروح للمنطقة الدفاعية للمنافس ويقعد يضغط عليهم وما جايين يطلعوا بالكورة فالفرقة كلها تخش لقدام فبتحصل هجمات مرتدة خطيرة المرتدات الخطيرة دي بتبين اخطاء دفاعية وبتبين اخطاء من حراسة المرمى بغض النظر عن هدف لسجل اليوم كان من ضربة ثابتة وخروج خاضق من محمد الشيناوي ده ملوش علاقة بس هتلاقي بقى فيه سغرات دفاعية اكتر وبقى فيه اخطاء من حارس المرمى اكتر طيب في مقابل ده المفروض يحصل ايه؟ يعني انا لو مرس الكولور وبمارس الضغط العالي ده وقعت على المنافسين وده اسلوبه من اول يوم جاي فيه النادي القاتل لما همارس الضغط العالي ده لازم انا بعمل الضغط العالي وباستخلص الكورة لازم يبقى معدل تهديفي كبير ما نساقب دفاعي فاضي يعني ممكن يخش فيه اهداف انا عارف ده انا كمدرب عارف ده بس او انا بهاجم لازم اسجل بك انت لو مش هتسجل وانت بتعمل ضغط عالي ودفاعك مفتوح بقت مشكلة وده اللي اتعرض دي الاهلي في معظم المباريات الاخير عشان كده شفت اخطاء من دفاع وشفت اخطاء من محمد الشنوشي لو الاهلي بقى ما بيمارس الضغط العالي دوت ومأمن دفاعاته وبيحريص في الدفاع وبيلعب بتوازن دفاعي وهجومي والتفاصيل العظيمة دي هتلاقي اخطاء الدفاع قلت هتلاقي اخطاء محمد الشنوشي قلت فده اسلوب لعب فعشان كده مش عايز احمل محمد الشنوشي كل شيء هو نقصه بصراحة يبدو انه نقصه شوية تركيز شوية تركيز بس شخصيا انا بارفو التماما تماما عشان مباراة النهاردة او مباراة تانية او تالت حد التقليل من محمد الشنوشي او انه هو مش بيقدي كويس لهدف النهاردة سجلها هدف فريق سرامير كيلوباترا سجله احمد ربضان بيكم وهدف التعادل الاهلي سجله علي معلول من ضربة الجزاء والشوت الاول الهدف احمد ربضان بيكم اللي جي في نهاية الشوت او كان عكس مجراءات المباراة تماما كان فرص كثيرة للنادي الاهلي ولكن دون تأثير على المرمى عشان يفاجئ سرامير كيلوباترا الاهلي بهدف ويتعادل الشوت التاني الاهلي بضربة جزاء عن طريق علي معلول دعوة جزاء عن طريق علي مرمى